شاهدنا أيضاً النموذج انتع غرس الشيح قصة مليحة وفكرة مليحة ومشروع مليح بدنا لو تحدثنا عليه الشيح يعني لما بدأت الفكرة تعال الشيح من عند أستاذ أستاذ مالحة أحمد مالحة اللي نحيوه ورئيس الجمعية طبعاً ورئيس الجمعية يعني كانت فكرة وهذه الفكرة وصلت إلى الأمم المتحدة وكان الممثل الأمم المتحدة في الجزائر دعم المشروع هذا وأصبح أول مشروع وحتى وزارة الفلاحة لأخذت المشروع الآن في الجزائر احنا كنا كان أستاذ مالحة زر الولايات الجلفة ولقى منطقة من المناطق في الولايات الجلفة كان فيها سيول فأصبحت منطقة مهجورة ومنطقة يعني ما فيهاش نشاط لا فلاحي ولا تربية أغنام لأنه كانت منطقة ناشطة كثير فاختفت هذه المنطقة وبدأت عملية التصحر فأحمد فقال في مشروع أنه يقوم بعملية إحياء المنطقة بطريقة غرس الشيح غرسنا أكثر من 300 ألف نبتة تعشيح في مساحة كبيرة جدا وقمنا بتشغيل العائلات النساء الماكيتات بالبيت ليس لديهم مدخول فخدمناهم الآن أصبح لديهم مدخول من هذه النبتة وبالمناسبة نشكر محافظ سامي سامي للغابات التي فتحنا أبوابه وهو إطار من إطارات وزارة الفلاحة فتحنا أبوابه فكان من أحسن المشاريع الناجحة في هذا الجانب فأصبحنا بعد الزيارة والناس كانوا الشباب كانوا زاروا المنطقة فالمنطقة أصبحت رعاوية المنطقة أصبح فيها الناس تسكن والناس أصبحت تستغل الشيح لأغراض تجارية والآن نحن في صدد تطوير هذا المشروع إلى توسعة هذا الغرس ومن أجل العائلات والنساء الماكيتات في البيت من استخراج الزيت الذي يتباع بالألاف الأوروات في الليلتر الواحد في الخارج فنحن ندعم هذه المنطقة